موسيقى نشرت الأخبار من يمن شباب حياكم الله والبداية مع أبرز ما فيها من عنوين انطلاق القمة الإسلامية الطارئة بتركيا لبحث قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل موسيقى سلسلة غارات لطيران على تعزيزات وتجمعات للحوثيين في عدة محافظات موسيقى وارتفاع أسعار المشتقات النفطية في تعز في ظل غياب متعمد دور الحكومة اهلا بكم انطلقت اليوم في اسطنبول قمة إسلامية طارئة دعت إليها تركيا لبحث قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها الرئيس التركي وخلال افتتاح القمة وعد بما وصفه بمنعطف في التحرك الإسلامي لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي وقال إنه سيكون بمثابة ترجمة فعلية للرفض الشعبي العربي والإسلامي لقرار ترامب قال نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح أن ميليشيا الحوث الانقلابية الموالية لإيران استغلت المؤسسات الحكومية ومنها مجلس الشورى في شرعانة انقلابها وفرض سطوتها على الشعب اليمني جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض أعضاء في مجلس الشورى كرس لمناقشة المستجدات وجهود تفعيل دور المجلس وأكد الفريق محسن همية استناف عمل المجلس بما يحقق استعادة كل مؤسسات البلد مشيرا إلى اهتمام الشرعية بعودة عمل المجلس وتلبية متطلباته في إطار جهودها المدعومة من دول التحالف بإسقاط الانقلاب وبسط سلطات الدولة أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تيلر عن أمل بلاده في أن تتمكن الحكومة الشرعية من حجد الجهود سريعا لمجابهة الخطر الحوثي والنفوذ الإيراني وقال خلال استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي له في العاصمة السعودية الرياض إن نفوذ الإيراني في اليمن يهدد المنطقة بأسرها وإشدد السفير التلر على ضرورة أن يتوصل اليمنيون إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث لوقف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة مؤكدا في الوقت نفسه استمرار بلاده في الدعم اليمن وقيادتها الشرعية اندلعت مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة مقبنة غربية محافظة تعز وتمكنت قوات الجيش من استعادة تبة الخزان وقرية المزاندة وعدد من المواقع في جبهة مقبنة وذلك بعد مواجهة عنيفة مع الميليشيا الانقلابية إلى ذلك كثفت مقاتلات التحالف من غاراتها على مواقع للميليشيا وتعزيزات في المخة ومقبنة غرب تعز وقال مصدر عسكري عشرات القتلى من الحوثيين سقطوا إضافة إلى تدمير آليات عسكرية في خمس غارات استهدفت مواقع في جبل مصنع اسمنت البرح في مديرية مقبنة كما استهدفت مواقع على الشريط الساحلي ومدرية حيس في الحديدة وأكثر من سبع غارات استهدفت الانقلابيين في مديريتي حرض وميد في حجة عقدت قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات المحررة بمحافظة تعز اجتماعا موسعا لمناقشة العديد من القضايا وفي مقدمتها الاستعداد لعملية استكمال تحرير تعز وحشد كافة الإمكانات والإيرادات لدعم الجبهات وإسناد الجيش الوطني بالإضافة إلى تفعيل كافة مكاتب ومؤسسات الدولة نحقد اليوم لقاء السلطة المحلية مع مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة ومدراء المديريات المحررة من أجل الاستعداد لاستكمال تحرير تعز وترسيخ الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة خرجنا بجملة من التوصيات أهم هذه التوصيات هي أن تسخر كل الإمكانات والإيرادات للجبهات في المواقع وأن يظل العمل كله يخدم تحرير تعز وأن تشكل لقاء على مستوى المديريات لتحشيد من أجل تحرير تعز ضغوط تتزايد لإنقاذ الحثيين الذراع الإيرانية في اليمن منذ انطلقت عملية تحرير محافظة الحديدة المزيد في التقرير التالي مدن تهامة على خط التحرير الجيش الوطني بألوية بعضها من أبناء تهامة بدأ عمليات التحرير منذ أيام وبالفعل فقد حرر مديرية الخوخة مسيطرا في طريقه باتجاه الحديدة على معسكر أبي موسى الأشعري بدعم التحالف العربي العمليات العسكرية في جبهة الحديدة حققت انتصارا سريعا في معارك الأيام الماضية وقواته على وشك السيطرة على مديريتي التحيطة وتحاصر بلدة حيث بعد أن استكملت تحرير الزهاري والنجيبة والخوخة ووصلت إلى ما بعدها عوامل عدة سهلت من انتصارات الجيش منها الطبيعة الجغرافية الساحلية لمسرح المعارك في الساحل الغربي وأيضا البنية الاجتماعية والثقافية في تهامة التي ترفض عمامة الإمامة تحرير الحديدة هو الهدف هذه المرة على ما يبدو شريطة أن تصمد قيادة التحالف أمام الضغوط الدولية التي سارعت لعقد اتفاقية أمس الاثنين بين الإمارات وبريطانيا تقضي بفتح ميناء الحديدة ووصلت فروق من الخبراء الأمميين للقاء التحالف في الرياض وإذا مس مرت الانتصارات فالهدف سيكون السيطرة على ميناء الحديدة معيار الانتصار والتحرير هناك فهو يمثل مورد الإنقلابيين الأهم ويجنون من خلاله أموالا طائلة لتمويل عملياتهم الحربية ويفرضون أيضا الحصار على بقية المناطق منه عبر جعله الميناء الوحيد للاستيراد واستقبال المواد الإغاثية تبدو أولوية تحرير ميناء الحديدة لا تقل أهمية عن تأمين الانتصارات التي حققها الجيش في الساحل الغربي عموما وفي الحديدة منه خصوصا فهو يواجه مخاطر جمة فالحوثيون يسيطرون على كامل شرق المنطقة التي يسيطر عليها الجيش في الساحل بما يشكل اختراقا مضادا لسيطرة الجيش الحوثيون يسيطرون على كهبوب مرورا بالوازعية ومقبنة والعدين مما يجعل انتصارات الساحل الغربي تحت قصف الحوثيين خاصة وأن المناطق التي لا زال يسيطر عليها الانقلاب ذات تضارس جبلية وعرة ويأمل السكان في أن لا تتوقف عمليات التحرير إلا بالانتصار الكامل وتحرير الحديدة بموانئها وتأمين المناطق الشرقية على طول الجبهة الغربية بحيث لا يكون هناك أي مخاطر لعودة الانقلاب للسيطرة عليها مرة أخرى طلب بيان صادر عن أبناء مدينة تعز قوات التحالف العربي والجيش الوطني بسرعة حسم المعركة واستعادة جميع المناطق في المحافظة من قبضة ميليشيا الحوثي وعبروا في بيان عن استغرابهم من عدم دعم التحالف العربي لقوات الجيش في المحافظة من استكمال عملية استعادتها أسوة ببقية المحافظات وأقالوا أن حسابات بعض الأطراف التي تريد أن تجعل من تعز أبناءها ورقة لتحقيق مكاسب أو جبهة للاستنزاف دون تحريرها بشكل كامل يجعل من المدينة التي تعيش حصارا خانقا تدفع فاتورة باهضة من أشلاء أطفالها وأرواح نسائها شن طيران التحالف سلسلة غارات على أهداف لميليشيا الحوثي والمخلوع في أمانة العاصمة صنعاء واستهدف القصف الجوي بسبع غارات مواقع للميليشيا في مقر شرطات العسكرية بمدرية شعوب إلى محافظة البيضاء حيث سقط قتل وجرح من ميليشيا الحوثي ولقى العديد مصرعهم في مواجهة عنيفة مع المقاومة في قيفة بمدرية القريشية وأكدت مصادر محلية مقتل ستة من الميليشيات في مواجهة مع المقاومة بمنطقة الحجف بين جبل جميدة وجبل الثعالب بمدرية القريشية وفي سياق متصل اندلعت مواجهة عنيفة بين المقاومة والميليشيا في منطقة الزوب في ذات المدرية وما تزال المواجهة مستمرة حتى كتابة هذا الخبر أحيات السلطة المحلية بمحافظة عدن الذكرى الثانية لاستشهاد المحافظة الأسبق اللواء جعفر محمد سعد ومرافقه بحضور عدد من أعضاء الحكومة وقيادات مدنية وعسكرية أقامت الحكومة الشرعية في العاصمة المواقعة عدن فعالية لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد محافظة عدن الأسبق جعفر محمد سعد بحضور شعبي وآخر رسمي وذخل الفعالية كلمات لعدد من المسؤولين والذين أشادوا بالجهود التي بذلها المحافظ قبل استشهاده وسعيه للنهوض بمدينة عدن عندما وقت إياد الشر التي لا تريد عدن وأهل الخير وكان أن نفذت عملية العرهابية القذرة لتستهدف حياته وحياة برافقه الأبطال في ذلك اليوم المشؤوم الذي أصاب عدن في مغتل وطالبت حرم الشهيد المحافظ بإنصاف زوجها الذي قتل أثناء أدائه لعمله الوطني مطالبة للجهات المعنية بسرعة التنفيذ المسألة الأساسية بالنسبة لي والقضية القوهرية هي الكشف عن قتلة الشهيد سبق قبل عام ونصف تقريبا نصف العام قال الأخ شلال مدير أمن محافظة عدن بأنه تم القاء قبض على القتلة وكانت في قبل كده لقنة شكلت لمتابعة القضية والكشف عن قتلة الشهيد ومرافقه ولكن حتى اللحظة يعني مرة عامين لا سمعنا عن لقنة ولا لأين توصلت في أعمال هذه اللقنة ولا تقارير عن اللقنة ولا أي حاجة والموضوع الثاني أنه كمان يعني مصير الناس اللي قبض تم القبض عليهم كما أعلم برضو لحد اليوم نحن ما ما تلقيناش أي تقرير بهذا الشأن ولا شفنا قتلة ولا حوكموا ولا قدموا المحاكمة ولا أي حاجة وكان لمسؤولي السلطة المحلية والذين رافقوا الشهيد المحافظ كلمات تحدثوا من خلالها عن تلك الفترة والتي عملوا بها إلى جالب المحافظ جعفر فبالرغم من كونها قصيرة إلا أنها كانت حافلة بالجهود والإنجازات كما يقولون هذا الرجل القيادي الذي لمسنا منه كل الاهتمام والرعاية والمتابعة المستمرة أتذكر أننا نزلنا إلى أقلب المرافق الحكومية المتواقدة في مديرية خورمكسر كل المرافق المتواقدة في مديرية خورمكسر يعني زارها تفقدها في كثير من الفعاليات والإنشطة كان يتابعنا بصورة مستمرة يعني هذا الشخص فعلا جعفر لا يتكرر وعلى الرغم من مرور عامين على الحادثة الإرهابية التي استهدفت لمحافظة جعفر ومرافقه لكن قلوب أهليهم ما تزال مفتورة ففعاليات التكريم ليست كفيلة بإنصافهم تمر الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد محافظة عدن الأسبق جعفر محمد سعد ومرافقه وفي حين تقيم السلطات الحكومية فعالية تأبينية بتلك المناسبة يطالب أسر الشهداء بالكشف عن مصير القتلة وإي حالتهم للعدالة أدام فهد لغنات يا من شباب عدن أحيات وزارة حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن اليوم العالمية لحقوق الإنسان وأكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر خلال الفعالية أن الحكومة الشرعية رفعت مذكرة إلى المفاوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد تضمنت رصدا أوليا لجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوث المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني بشكل عام والعاصمة صنع بشكل خاص داعيا المفاوض السامي للقيام بتحرك جاد بحسب ما تمليه عليه المسئولية الإنسانية لوقف هذا التدهور المريع والكارثي لحقوق الإنسان في اليمن على يد هذه الميليشيا الانقلابية أجلت روسيا 18 موظفا دبلوماسيا كانوا يعملون في سفارتها بالعاصمة صنعاء وذلك بعد أسبوع من المواجهة بين ميليشيا الحوثي وقوات الصالح ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي بقيادة قوات التحالف العربي بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية طلب التصريح لطائرة روسية لإجلاء موظفي سفارة روسيا الاتحادية والمواطنين الروس من مطار صنعاء احتج العشرات من عمال النظافة في محافظة تعز على تجاهل مطالبهم وصرف مرتباتهم أسوة بموظفي المحافظة وأقام العمال وقفة احتجاجية أمام مقر السلطات المحلية في مبنى شركة النفط في مدينة تعز مطالبين الحكومة بدفع مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من عامين ونصف فيما هم مستمرون في أعمالهم ورفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم لما أسموه بالعنصرية والتمييز في صرف المرتبات مهددين بالتوقف عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم تعطيل متعمد لعمل فرع شركة النفط في تعز من قبل الحكومة الشرعية يتسبب في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في ظل غياب تام لدور الحكومة برغم أهمية هذا المجال كمصدر إيرادية ارتفاع جنوني لأسعار المشتقات النفطية تسبب في توقف كثيرين ممن يعملون في سيارات النقل بالأجرة ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعر اللتر الواحد في السوق السوداء والسعر المقر من شركة النفط بعداً مئتين وثمانين ريالاً بعد الارتفاع الجميع هنا معتمدين في تغذية المحطات على السوق السوداء وحده المواطن من تفاعل مع الكاميرا فهو المتضرر الوحيد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خاوية على عروشها لا مدير ولا نائب هكذا بدت شركة النفط في مدينة تعز أثناء زيارتنا لها بعد ثلاثة أيام من البحث في شوارع المدينة عن الخلل الذي يجعل أسعار المشتقات النفطية غير مستقرة الشركة الواقعة في مناطق السلطة الشرعية اتضح لنا أنها لا تتبع المركز الرئيسي للشركة في العاصمة المؤقتة عدن ولهذا لا يوجد لديها مخصصات من المشتقات النفطية تحت مبررات جعلت الرابح الوحيد تشجار السوق السوداء تغاضي الحكومة الشرعية عن الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية أحدث فراغا شغله تجار السوق السوداء فهل تعي الحكومة خطورة هذه الظاهرة وتفشيها وما يمكن أن تحدثه جراء القهر والاستغلال الذي يتعرض له المواطن هو الفساد بعينه بل النهو المتغافل عنه إن صح التعبير فارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى أكثر من 15% وفي أقل من شهر خلق تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية في ظل صمت يساعد على ازدهار السوق السوداء عبد العزيزي زبحاني من شباب تعز علنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الوفاة بمرض الدفتيريا في اليمن إلى 34 حالة منذ بدء تفشي المرض نهاية شهر أكتوبر الماضي وذكرت المنظمة في تقرير أنها سجلت 283 حالة اشتباه بالمرض وفاد تقرير أن حالات الوفاة والإصابة بهذا الوباء تم رصدها في 15 محافظة يمنية من أصل 23 محافظة ختام النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها انتلاك القمة الإسلامية الطارئة بتركيا لبحث قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل سلسلة غارات للطيران على تعزيزات وتجمعات للحثيين في عدة محافظات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية في تعز في ظل غياب متعمد لدور الحكومة كتاب النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر